إلى ذلك أكد رئيس خلية الإعلام الأمنية لواء تحسين الخفاجي أن النزاع المسلح الذي وقع في كربلاء والنجف يعتبر خرقا للقانون وأن المعتدين سيحاسبون قضائيا ويشير الخفاجي إلى مواجهة بأسلحة متوسطة بين عناصر من جند الإمام تابعين الحجر الشعبي حاول اجتياز نقطة تفتيش عسكرية مع أسلحتهم والدخول إلى كربلاء مع قوة من الجيش منعتهم من الدخولة ما تطور إلى إطلاق نار من قبل عناصر الحجر باتجاه الجيش وذكر أن قوة أمنية من الجيش والحجر الشعبي تدخلت لمنع تطول الأمور وتم اعتقال المتسببين بالشجار قبل الإفراج عنهم بسبب عدم وجود أي إصابات من الطرفين